ومن بغداد ينضم إلينا السيد باسل الكظمي المحلل السياسي سيد باسل حقيقة لا نعلم ما الذي يحصل يعني مصادر تتحدث أن البرنامج الحكومي وصل بالفعل إلى البرلمان في حين أن البرلمان يرهن عقد جلسته يوم الخميس بوصول السير الذاتية والبرنامج الحكومي ما الذي يحصل؟ بالبدأ سيدة التحية طيب لكم ولقناتك المؤقرة وللساد المشاهدين لا سيدة العزيزة البرنامج الحكومي قد وصل إلى البرلمان والسيد الرئيس البرلمان قد شكل هناك لجنة بأنه برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وخمسة أعضاء بأن يكون هناك دراسة إلى المنهاج الوزاري عفوا وإلى الكعبين الوزارية فالآن هناك المسألة ليس مسألة بأنه فقط المنهاج الوزاري والكعبين الوزاري وهذه المسميات هناك انشقاقات هناك في البيت السني انشقاقات في البيت الشيعي كذلك انشقاقات في البيت الكردي الآن كما تابعت قبل قليل بالتقرير جنابكم الكريم حول مسألة بأنه البيت الشيعي بأنه سوف يمنحه الثقوة إلى آخر نعم نحن نقول بأن هناك منح الثقوة لكن ليس بالإجماع ليس كل البيت الشيعي هو متفق بأنه أنه يعني هل أفهم من كلام حضرتك سيد باسل أنه هذه الفترة ربما تكون لمنح الوقت أكثر لالتئام لانشقاقات لأنه هناك بعض المصادر تناقلت أن الأكراد سيجتمعون مساء اليوم لإبداء رأيهم النهائي حول الحكومة لا سيدة العزيزة كلما اقتربنا من يوم منح الثقة كلما ازدادت الانشقاقات والخلافات وهذه المسميات نعدنا إلى الجانب الكردي الجانب الكردي جملة وتفصيلا يوم أمس قد أتى وفد من الجانب الكردي ووضع هناك شروط وهذه الشروط من ضمنها حتى استحداث وزارة جديدة يعني يطالبون بأربع وزارات من حكومة بغداد إليهم ولا يقبلون بأنه أن يتنازلوا على المناصب وهذه المسميات فالانشقاقات هي متواجدة من السابق والآن بدأت تزداد الجانب كذلك البيت السني الآن هو الأغلبية من قبلهم هو يرفض بأنه مسألة تكليف السيد علاوي إلى مسألة معينة ما هي كل الأطراف التي تطالب بأن تمنح الثقة للسيد علاوي هي تطالب باستحقاقها الانتخابية وتطالب الحقاب الوزارية لا تريد أن تقدم أي تنازلات حول هذا الجانب فهناك أمام السيد علاوي الكثير من الأزمات ومطبات كثيرة فنتوقع حتى إذا تم تمرير الحكومة السيد علاوي فليس تمرر بحكومة كاملة سوف يكون هناك بعض الحقائب الوزارية التي لم يتم تصويت عليها حتى من خلالها يتم المباحثات مع البيت الكردي والبيت السني أما إذا بقينا بأنه لا يوجد هناك انسجامات ولا يوجد هناك اتفاقية مع البيت الكردي أو البيت السني فالسيد علاوي سوف يعاني كثيرا لكون في العراق ليس طائفة معينة ولا مكون معين هناك البيت الكردي البيت السني البيت الشيعي والأقليات يجب الجميع أن تشارك بالقرارات في داخل بغداد شكرا جزيلا لك من بغداد السيد باسن الكظمي المحلل السياسي شكرا جزيلا لك